لأول مرة سؤال عندما كانت أخر مرة تفعل شيئاً لأول مرة متى كانت آخر مرة تسوي شيئاً لأول مرة شوية شايفت جمال النور جمال الحياة جمال الطبيعة بعد الظلام نور على نور وبضدها تعرف الأشياء لما المتعة تخرج من عمق الألم والنور يخرج من عمق الظلام والخير يخرج من عمق الشر والعدل يخرج من عمق الظلم والرحمة تأتي من عمق البعث من أجل الآتي من أجل الآتي اليوم للكل يدن في التغيير نحن بأنتن وأنتم نحن بأنتن وأنتم كلنا بكبير وصغير مجهودات تتوالى مشوار سهل لا 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 لن يخلو من عثرات بشر تلك طبيعتنا أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت فسأل نفسك واترح سين مع دورك في التحسين فسأل نفسك واترح سين مع دورك في التحسين ما دورك بالتحسين ما نفعله ليس بحلم أو تنظير انظر حولك بالتغيير أصبح واقعنا فتغير ما نفعله أنا ندعو لغد أفضل ألا نتشاهم بل نعمل إنك بالأمرين مخير فاسأل نفسك واطرح سين ما دورك بالتحسين ما دورك بالتحسين فاسأل نفسك واطرح سين ما دورك بالتحسين ما دورك بالتحسين من أجل الآتي سين سؤال ما دورك بالتحسين متى آخر مرة سويت شيء لأول مرة واحدة من أهم الأساليب اللي حسنت حياتي بشكل كبير جدا أنه لازم أجرب أشياء جديدة وبالتالي عندنا رحلة لأول مرة اس اكزوتيكو اس اكزوتيكو اس اكزوتيكو اس اكزوتيكو اس اول مرة أبدأ أتعلم اسباني ايا كياري اونا بانانا ايا يعني هي جد في العربي بالضبط هذا اسمه السلطة ال انسالادة انسالادة لا انسالادة لا انسالادة سلطة سلطة لأي لغة تبغى اخيرو من اكوادور حنبدأ الان اولا كم استاس؟ احمد 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 لا لا اخ اح اخرج؟ واحدة اح 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 احمد احمد اح بريغو يعني كوت يعني معطف كيف احفظها دي ابريغو ابريغو ما لا اي علاقة بالموضوع هذه الكلمات هي الصعبة دائما لما يكون كلمة ما لا اي علاقة ولا بالعربي ولا بالانجليزي ولا بال فلازم بعد يخترع لينك من راسه كده ابريغو ابريغ ابريغ بيطيح كده بيوسخ الكوت حقك ابريغ يعني كوت كارو 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 نحب الاربك نحب الاربك نحب الاربك نحب الاربك نحب الاربك نحب الاربك عشان تحطه بصيغة سؤال تقول تريد حليب؟ هذا صار سؤال كده كيري سليتشي؟ شكرا لك في السمانة يوتيوب باي باي شكرا لك شكرا لك أبلا لنتامنتي لنتامنتي كيف تنميك؟ إيريكي 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 إغليسييس لا إيريكي تشابيلو كم عام في سعودية عربية؟ سعودية؟ سعودية عربية سيز عام سيز سيز عام سيز عام تيغوستا ساودية عربية؟ سمعت كل الكلمات اللي حافظها بالأسباني كل الأسباني اللي عندي طلعتم أستلا فيستا سينيور إيريكي إحنا لما نتولد في البدايات حياتنا كلها عبارة عن تعلم شي جديد وبالتالي الحياة مثيرة تخيلوها كده زي دقات القلب انت عايش بعد الجامعة في العشرينات كل واحد شكل بس في العشرينات خلاص يومك بيتكرر كل يوم زي اللي قبله خط الحياة حقك صار كده زي الميت كده كيف تعيد بقى إحياء حياتك؟ بأنك تجرب أشياء جديدة هذه واحدة من الأمور اللي أنا حسنت حياتي بشكل كبير جداً فكرة أنه لازم أرجع أتعلم أشياء جديدة بشكل عام علاقتي مع الحيوانات علاقة غير يعني مستساقة مو غلط ولا صح ما عندي مشكلة مع الحبهم بس أنا علاقتي معهم وأول مرة أمسك السحلية دي الخضرة ما كان اسمه دي اللي في المستشفى حق الـ هذه إقوانا خضرة إقوانا خضرة أليفها مع الكل أليفها مع الكل لا أليفها مع الكل لا أليفها مع العكس لا 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 تفاهم أول خيارة انت بستعجلة لليش تناقش أول في الحركة اللي ستسويه بكل بساطة بكل بساطة أغمض عيني أنا أولا أفتحيني لا لا أمر محظ أوكي أوكي أطع لحيا في يدك لحستك لحستني إيه تتعرف عليك صرفتني؟ ثم صرف عليك كمان من ضمن الحيامات أول مرة صقر نخليك تشيلها الحين قدل يسار قدت البوكس كده؟ يا سلام انت صقر؟ نعم كلمني عنها هي هواية مهنة هي في المبدأ أول ما يتعلق بها شوية تصير هواية هوسية يعني زي رعي الخيل وزي رعي الجمل يصيدها ويشتريها ويقنص بها في البر وتصيد الحباري وتصيد الكراوين وتصيد الحمام وتصيد المهاجر هل هو زي البومة رأسه يتحرك؟ نعم يشوف دقيق جدا يشوف المسافات إلى ثلاثة كيلو إلى أربعة كيلو بالراحة وعنده دربيل؟ صديق؟ اسمه مختار مختار؟ نعم وأول مرة أمسك قبون 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 لا يفعل شيء صحيح؟ على ضبانتك هذا نوع من أنواع إيش؟ طبع من نوع الحشرة يعني زي النحلة القبون من وعد الشمال هذا طبعا صاحبنا في رحلة البرنامج كله فنتسلى معي لينما القطار يخلص أهلا وسهلا شوفنا ولد عمك هناك ذلك اليوم ما شاء الله طبعا إحنا هنا في مدينة فيد في حايل من كهف جنن أحلى شايف الموضوع أني حفظت اسمه بعد شهر أول مرة أكل حميض حميض؟ ولا أنا ما عندي فكرة ولا أنا إيش تتوقع؟ ما أعرف كائن حي؟ هو نبتة برية يتميز بأنه طعمه؟ حامو سلام عليك يلا يجونا يلا يستمتع يلا هذا الطريق لكهف أم حشيوي حسنا أكبر كهف بين خيبر والحايت فاكندا والجرجير البري يا سلام اللي هو اسمه اليهق يهق صلنا خبرة زي الشبر زي الشبر بسباس يبو زي الشبر هذا محمد محمد هذا محمد هذا محمد هذا محمد هذا محمد لا 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 محمد كيف دخلني أنا؟ سوي أني خبير نباتات خلاص عشان مره أكلت حمد في مكان أني يعني فاهم الحمد فينه مدري ايش دوبي أكلت أنا بالمناسبة الأكل الزمان أنا كنت أفضل خلاص هي أكلتين ثلاثة اللي عاجبيني أفضل عليهم وانتهينا وكنت أعتبرها حتى من نوع من أنواعها الكده الروحانية والزهد أنه الواحد كده زاهد عن كل أنواع الأكل ولا يأكل إلا يدوبك أكلتين فقط بعدين كنت أتكلمة واحد قال لي يا أخي أنت ليه ناظر؟ أنا أشوف الموضوع بالعكس من الروحانية أني أجرب أكلات منوعة وأقول سبحان الله على النعم وتنوع النعم اللي ربنا أنزلها وأستمتع بأكلها جديدة وأقول الحمد لله وهذه بالنسبة لروحانية غير بره تفكير الموضوع سبحان الله ممكن كلمة الواحد خليك تغير فكرة أنت عايش عليها أربعين سنة ماذا تفعل؟ في البرنامج من ضمن الأكلات الجديدة اللي أكلناها بيض النعام فهذه بيضة نعامة بيضة كبيرة كده هل هناك كبيرة؟ نعم هناك كبيرة جديدة نعم يا رب هناك نعامة جوح هل هناك نعامة؟ نعم هل هناك نعامة؟ نعم طلع التأكل ده تعرف التأكل؟ عمرك أكلت بيض نعام؟ طيب خلينا نجرب نأكل بيض نعام يلا يلا جابوا بيضة نعام على الستوديو الله جلست تغلي في الموية تقريبا ساعة ونص ساعة ونص بيضة واحدة بيضة واحدة طيب يعني ما جربت الموضوع ده؟ لا ما جربنا الموضوع ده بس هنجرب تقارب تنشر ده حرفيا في ناس يجيبوا معاهم منشار عشان ينشر ساعة ونشر لأنه كده ما سنخلص ساعة ونشر أحاول أن يقوم هذه بيضة واحدة تقريبا تقريبا تعادل خمسة وعشرين إلى خمسة وعشرين بيضة تجاج هتأكلوا انتو صح؟ واو شفافة ايوه بعين الصفار شوف سبحان الله الملمس سبحان الله سبحان الله عجيب واو سبحان الله احنا نبغى خلاص ناكل بقى سوي شيء لأول مرة شوف يقول لكم الواحد ما عمره يكبر على تجارب الحياة الجديدة كم سعر البيضة؟ أربعين ريال أربعين ريال البيضة الوحدة بسم الله ايش حاس؟ من جد غنية البيضة الدجاج ضرب عشرة بس الصفار حقها ثك كده 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 ماعرف كيف اشرحها بس رهيبة نعم متى آخر مرة سويت شيء لأول مرة لبكرة لا معاك متى قبل سبعين قبل ثلاثة شهور قبل ممكن سنة ونص قبل سبعين ايش سويت؟ التأمل انت خاف مرة اخش البحر سويت شيء جديد في حياتي بعدين طلعنا البحر وروحت تخل كان في شيء جدا ما يمتقبله تخصر تحنة يعني اروح البحر تقريبا كل اسبوعين شيء زي كده انو صرت احشق البحر حمستني سويت تشويق عملت لي عملي التشويق انت عندك تأتى سنين؟ 12 سنة 12 سنة والاول مرة تقرر انك تاخد كورس في التحكف تأتى من اسبوعين ثلاثة ايوا صحيح عجيب نواف حبيبا الله يسيدك والله ابدعت اخب بنفسي جدا طبعا يعني اواجه مخاوفة واجه مخاوفة واجه هذه اهم شيء لو انت خايف من شيء لا تقول لا انا بوهر بهذا الموقف انا ببعده هذا الموقف خش واجه خش خش سيدة بالتالي كان من ضمن القرارات اللي اتخذتها انه اخرج من الـ اخرج من دائرة الراحة ودائما انا في الماضي لما ابو احسن نفسي في موضوع اركز السبيل الوحيد لتحسين نفسي هو اني اقرأ كتاب في الموضوع هذا كان في بالي هو نموذج التحسين ما في شك القراءة حسنتني جدا بس الواحد بيوصل لمرحلة خلاص وبعدين البعدين دي هي انك تتعلم ليس بالقراءة ولكن بالتجربة لأول مرة اتعلم الغوص طبعا موضوع البحر بشكل عام بالنسبالي معاني يعني انا من جدة من ولادة وتربية وحياة وكله جدة بحر بحر الاحمر بس انا مالية في البحر لسبب ما ما كنت احب البحر ابدا فلما جيت اختار ايش اسوي شيء لهو علاقة في البحر اختار شيء اللي هو الفري دايفينج اللي هو حتى بدون اكسوجين لازم تكتب نفسك طوروا قناتها 20 يس لا هذه بحاجة تجربة من أكثر التجارب اللي غيرتني حقيقة على كل المستويات أول مرة في حياتي فين إحنا؟ فين توقعوا إحنا؟ سين سؤال؟ أين نحن؟ إحنا في أمارة جزان في تحديداً واحدة من الجزر المشهورة هنا وهي جزيرة فرسان وأول مرة حركب كاياك في فرسان وأول مرة حينركب كاياك في فرسان أصلاً يلا بسم الله دخلونا على ماكن الحلوة دي يلا كيف الواحد يكون في منظر زي دا وما يحس بهدوء نفسي ما تيجي ما تركب طبعاً التصادم لا يؤدي إلى الراحة نفسية سوشال ميديا ديتوكس ديسكنيكت تو كونيكت افصل لتتصل قبل الحكمة اللي حتقولها واشينا أعكس لأول مرة أسوي هاندستاند تعلمت أني أوقف على يدي التوازن أبيض أهم شيء اليوم أن البنطلون حقي ماشي مع لونة اللاحيط 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 الله الله وفي أمور أخرى سويتها الأول مرة ما نفاكر ردحين إذا افتكرناها وقت المونتاج هنحط لكم هي دا حين الجبل هنا كل ثلج ما شاء الله هذه أول مرة أمسك ثلج في السعودية في حياتي شوف حق يا سلام أنا ماسك كده ماشي صح يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على ماهلك على ماهلك بعد 47 سنة خدمة في سنوي خلاصة الموضوع أن الواحد علشان يجدد حياته يجدد حياته عن طريق تجديد التجارب في هذه الحياة سواء يجرب مهارة جديدة أو أكلة جديدة أو علم جديد أو مغامرة جديدة كل هذه ستسقل من شخصيتك وكل هذه ستعلمك بما لا يعلمه ألاف الكتب فدعوة أن كل واحد منكم يختار شيء يسويه لأول مرة حطوا باكت لست قائمة بالأشياء الواحد يبغى يسويها وكل أسبوع جدد من نفسك جدد من حياتك جرب شيء جديد واستمتعوا واحمدوا الله على النعم وافتكرونا لما تجربوا أشياء جديدة من أجل الآتي من أجل الآتي اليوم للكل يجن في التغيير نحن بأنتنا وأنتم نحن بأنتنا وأنتم كلنا بكبير وصغير مجهودات تتوالى مشوار سهل لا 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 لن يخلو من عثرات بشر تلك طبيعتنا أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت فاسأل نفسك واترحسين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين فاسأل نفسك واترحسين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين موسيقى ما نفعله ليس بحلم أو تنظير انظر حولك فالتغيير أصبح واقعانا فتغير ما نفعله أنا ندعو لغد أفضل ألا نتشاهم بل نعمل إنك في الأمرين مخير فاسأل نفسك واترحسين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين فاسأل نفسك واترحسين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين من أجل الآتي